أطلقت نقابات المحامين في تركيا مسيرة الدفاع للاحتجاج على اعتزام حكومة ارتوغان تغيير نظام الانتخابي وبنية النقابات المهنية على رأسها نقابات المحامين وبدأ 80 نقابة من بينها نقابات محامات اسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا بدأوا مسيرة الدفاع صوب أنقرة للاحتجاج على استعداد الحكومة لتدخل في قانون المحامة وستقتصر المسيرة التي يشارك فيها رؤساء نقابات المحامة على السير مسافة 20 كم كصورة الرمزية على أن يكتمع رؤساء النقابات في أنقرة يوم الاثنين القادم